وصل إلى البلاد اليوم فخامة رئيس إسحاق هرزق رئيس دولة إسرائيل والوفد المرافق له في زيارة رسمية لمملكة البحرين يلتقي خلالها بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا حيث يجري مباحثات مع جلالته تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكان في استقبال فخامته لدى وصوله مطار البحرين الدولي سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد الزياني وزير الخارجية رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق وسعادة السفير خالد يوسف الجلاهمة سفير مملكة البحرين لدى دولة إسرائيل وسعادة السيد إيتان اين سفير دولة إسرائيل لدى المملكة وعدد من المستقبلين ترجمة نانسي قنقر